إلى ذلك أمر الدكتور المهندس عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين رئيس خلية الأزمة للوقاية من كورونا بتغيير مكان حجر الوافدين من السوق القديم إلى الأقسام الداخلية في جامعة تكريت ووجه المحافظ الملاكات الفنية بتأثيث المكان وتوفير وسائل الرقابة الصحية بما يضمن أفضل الظروف المعيشية لهم ودعا الملاكات الصحية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال فحص الوافدين والتأكد من سلامتهم ضمن فترة الحجر الاحترازية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة